طيب ادارة النادي الاهلي بتعمل ايه؟ في عروض محلية اقواها سموحة اقواها سموحة واحمد سامي قالك لو كهربا جالي انا هدلعه وهيعمله نقلة تاريخية وهيرجع المنتخب من خلال سموحة وهيكسر الدنيا كان في مشكلة في راتب كهربا لو راح سموحة النادي الاهلي هيتحمل جزء والسموحة هيتحمل جزء عشان يروح اعارة لنهاية الموسم كانت المعضلة زي ما قلتلك قبل كده هي الغرامة التخوف من غرامة الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية هنا الاعارة تضمن مشاركة الزمالك في مشاركة النادي الاهلي في الغرامة مع كهربا يبقى هما المسؤولين كهربا متفق على 50% 50% هو يدفع 50% من الغرامة والاهلوية يدفع 50% يبقى النادي بحد يحب النادي بأي حاجة في الاخر ده هيحصل قالك لو بعوني مش هدمن انا النادي الاهلي يقول له انت في انت على مش مضار بحاجة عشان ندفع 50% لكن طول ما انا موجود معايا نقدر ندفع 50% معنا فعشان كده كهربا ادارة التصويق والتعاقدات في النادي الاهلي امير التوبيق ومعاونين ووكلاء اللاعبين يبحثون عن عرض قوي وجد لمحمود عبد منعم كهربا وغالبا اتضفة بتروح يا سعودية يا امارات يا سعودية يا امارات احد الاندية واللي بيدور على العرض هو امير توفيق وطالب من وكلاء اللاعبين عدد كبير من وكلاء اللاعبين انه هم يكتهدوا في هذا الامر ساعدونا في ان احنا نجيب عرض محمود كهرباء طب كهرباء قال لك ما انتش مشكلة بس انا وكيلي حاول لو احمد يحن ولم يوفق ولم يوفق او العروض يعني كان فيه كلام مع اهل دبي يعني كان فيه كلام مع الحزب ما وصلوش الاتفاق ليه فطورة اعارة كهرباء غالية فالنادي الاهل هيتنازل عن حقه المادي يعني مش اخد فلوس هيسيب كل الدخل المحمود كهرباء لترضية كهرباء ليه ان فيه كهرباء يتعرض الى ظلم شديد من مستر بيكسو موسمان مش كهرباء بس يعني غيره غيره اما طائر محمد طائر المكسر الدنيا ده اللي قعد معاه جلسة واعجله توازنه النفسي قبل السفر الى قطر لمبارات السوبر كان وليد سليمان كان فيه مباراة ودية وقال لك ولعب طائر محمد طائر بك رايد فطائر محمد طائر احبط قال لك ده كده انا مش في دنوه خامس يعني الرجل هيقول لي مش عاوزني اصلا فوليد سليمان قعد معاه ودور دافعة معنوية وقال له لازم تركز ولازم تهتم ويعرف ان كل واحد هياخد دوره في الفرقة والراجل مش معنى كده ان هو مش عاوزك او ان كذا اكيد في حاجة في دماغه بيجربها واعاد له توازنه النفس راح طائر محمد طاهر بالثقة الشهيدة جدا جاب هدف التعادل في الرجال المغربي وساهم مع زملاءه في الفوز بكاسة الصور لكن كهرباء خلاص يعني ايه اكل عيشه قطع مع مصمين قافل مصمين مش عاوز قافل زي نصر ماه وخلي بالك اللي بيعوزه المسلمين وفي الاخر اللي بيمس نصر ماهر كان كله ضد الرحيل لنصر ماهر عثمان سليمان بقول لي ينوبك سواب خلي امير توفيق يجيب عرض المسلمين التجديد مسلميني تراجع كلام عن تجديد مسلميني تراجع بعد الاداء ده لان فيه غضب فيه غضب شديد فدي لعيبة اتخنقت خلاص اتخنقت وصلت لمرحلة الخنقة فاللي بقول لك عاوزامشي واللي جاي العروض واللي اصلا قدرت النادي متعطفة معاه وده هيبان خلال الفترة القادمة يعني على نص يا نالي الخارجة هتكون بانت الخارجة هتكون بانت ووضحت لكن كهرباء الناس يعني متعطفة معاه في النادي الاهلي بتدعمه بتسنده شايف انه بيتعرض لظلم شهيد جدا والادارة بتبحث له عن عار لو انت شفت اي حد عبيت اواهبل يقول لك لا ده كهرباء راضي بالوضع ده يبقى ده كلام مش منطقي ليه مش منطقي واصحاب العقول تعرف انهما في اجازة لان ما فيش حد اصلا هيبقى في هزي السن هزي المرحلة وتيجي تقوله ما تلعبش كورة وخليك قاعد ده كده ده انت بتخلص عليه ده انت بتفقده سقطه في نفسه فهو مش هيتنه قاعد معاك لشهر تسعة اللي جاي وهو ما بيلعبش كور فاما انه يبقى واخد وعد رسم من مسيمان انه هيلعب وان المنافسة هي الاساس ماشي اما انه هو هيقوله جد بان جد لك فغالبا هيمشي كهربا في المرحلة المقبلة وده اللي قلناه وده اللي اكدناه وده اللي اي حد بيفهم كورة او بيتابعوا كورة لازم يقول يبقى كهربا بيدورو لها عرض عربي عمار حمدي متضايق وخلي بالك من عمار حمدي في فيديو كده لفرحة الالف غرفة الملابس في قاطع هتلاقيه قاعد مسخ الموبايل كده وارفهم من نفسه ده غلط اللي هو عمله اللي بقى لانه مش عايش مع الفرقة بيسموه كده قلب وش مقنب يهمه انه يلعب اكتر ما يهمه يعني يعني زعلانه ملعبش زعلانه ملعبش مش فرحان ان الاهلي كذا فده عند جمهور النادي الاهلي ده موضوع بيخنق الجمهور وبيخنق الادارة وبيخنق المدر فهو طالب انه يمشي وحسام حسن بيشوف الدنيا اما بالنسبة لصلاح محسن فهو مصاب وما طلبش ان يمشي رغم انه جايله عروض عديد باي لايك وشير وصلي عزين سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرزقك حب ورضا ويرزقك بإذن الله نظرة كده تبقى نظرة رضا وتبقى كده تحت لواءه كده يوم تبيض وجون وتسود وجوب طب يا سيد عاوز اخش معاك في يعني ميكاسوني برضو الناس غدبنا عليك بس ما ينفقش يمشي كمعنا ما ينفعش نتصرف الحكم عليه ده تصرع شديد انك تحكم عليه بالمناسبة المسلمين ادي اجازة 12 يوم والخطيب طلب من الادارة المالية وادارة الكرة صرف مقدم عقود اللاعبين لسه ما صرفوش مقدم العقود لان هما اللي قال فيه ازمة مالية شأن الجميع لان شركة بريزنتيشن ما دفعتش لأي حد نادي مستحقا وحصل تغير في بريزنتيشن منتصر النبراه في شركة تسكارت كما هو وسيف الوزير رئيس مجلس ادارة استادات مسك بريزنتيشن ايضا ويا رب كده بالتوفيق يحل من المشاكل وتتحسن الامور المالية بالمناسبة غدا الثلاثاء قرعت دورة ابطال افريق وارد ان الزمالك هي عمع النادي الاهل وارد قرع ليه بقى؟ لان الاهل تصنيف اول الزمالك تصنيف تاني هاتي قلت لهم التصنيف ده تم على ايه؟ على النتائج مش على البطولات مش على عدد البطولات ان شاء لما حد يجي يقولك ايه ناد القرن مش عد القرن طيب الاهل تصنيف اول ومعاه الترجي والوداد والرجاء والثلاثة ان ده تفوق على النادي الاهل هذا الموسم والموسم الماضي اخيرا الرجاء في السوبر الوداد في سيم فاينة الموسم الماضي والترجي ايضا الموسم الماضي فالاهل معه الاربعة اللي هم تصنيف اول الاهل والترجي والوداد والرجاء يعني اربع فرق عربية من المغرب وتونس ومصر طيب اللي بعدهم الزمالك وصن داونس الزمالك وصن داونس الزمالك وصن داونس ماشي ويجي معاهم النجم الساحلي وحورية هناك فوارد ان الزمالك ايه مع النادي الاهل تقرع تقام بقرة على الهواء مباشرة من اللي تحجي في الكرة القرن التصنيف الثالث الهل السوداني شاب بلو ازداد وفاق صليف الجزائري بترو اتلتكو الانجولي التصنيف الرابع المريخ السوداني المازولو من جنوب افريقيا ساجرادا من انجولا جالكسي من بوتسوان لكن احنا يهمنا كلنا نتابع القرأة هل هي الزمالك مع الاهلي هتبقى مدعاكة لو وعموا بعض اه فرقة الزمالك فائقة مع كارترول في الفترة الاخيرة والنادي الاهلي اكيد لما الموسيماني بيركز الدنيا بتبقى حل لما بيأخذ بطولة ويلغي قادر يعني يحزف ملف التركيز من الفوردر اللي في دماغه خلق يجي اللي بعدها بتجي نفسك مقدة اداء كده زي اداء فيوتش زي اداء فيوتش اه والله زي اداء